أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ إذا أتفشي الأوبئة في قطاع غزة بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحية وأكد رئيس فريق منظمة الصحة العالمية المعني بحالات الطوارئ الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أيديل سابربيكوف أكد أن عدد الأشخاص الذين قد يتعين إجلاؤهم من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية وصل إلى نحو 14 ألف فلسطيني ترجمة نانسي قنقر